دولة يمنية واحدة أو دويلات كثيرة هذا ما تدل عليه الخلافات المعلنة بين المكونات السياسية المعنية بقضايا المحافظات الجنوبية سبق أن عقدت عدة لقاءات تشاورية في القاهرة بهدف التحضير لعقد اللقاء تشاوري للمكونات الجنوبية غير أن المجلس الانتقالي دعا إلى اللقاء قبل اكتمال أعماله التحضيرية بحسب بيانات صدرت عن بعض المكونات السياسية الجنوبية أحمد سعيد بن بوريك رئيس الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي دعا المكونات السياسية والنخب الثقافية والاجتماعية في حضر موت للمشاركة في اللقاء تمهيدا لما وصفه بالاستقلال الثاني غير أن دعوته لم تجد آذانا مصغية بحسب مصادر إعلامية مقربة من المجلس الانتقالي فإن اللقاء مخصص لإعادة هيكلة المجلس ودمجه مع مكونات سياسية أخرى إضافة لاستحداث هيئة تنفيذية تضم مسؤولين في الحكومة والسلطات المحلية اللقاء التشاوري سيعقد يوم غد أثلاثاء ولكن في غياب مكونات جنوبية عدة منها مؤتمر حضر موت الجامع والحراك الجنوبي المشارك في الحوار الوطني إضافة لمرجعية قبائل حضر موت نقاط خلاف عدة تسببت في غياب هذه المكونات من أبرزها مطالب المكونات الحضرمية بالنظر إلى حضر موت باعتبارها ندا وليست تابعا إضافة لبعض مطالب أبناء مدينة عدن ونقاط سياسية أخرى لم تلقى الاهتمام الكافي أثناء الأعمال التحضيرية سعي المجلس الانتقالي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي للانفصال على حدود ما قبل العام تسعين من القرن الماضي ليس محل إجماع كل القوى السياسية والاجتماعية في المحافظات الجنوبية بل إن استمرار الوحدة أو التحول إلى دويلات كثيرة هما خياران مطروحان بنفس الدرجة